ورجعنا لكم مرة تانية ومنورنا في الستوديو أصغر وأحلى ماضل في مصر لأصحاب متلازمة داون مروان محمد ومعينا طبعا مامتو البطلة اللي هي مؤمنة بقدرات ابنها وبتركز في أدق أدق تفاصيله وبتفهم احتياجاته عشان تساعده يكون ناجح ومميز في حياته احنا معينا أبطالنا النهاردة منورنا في الستوديو عشان نعرف بقى رحلة إسراء محمود مع ابنها مروان وإزاي قدرت تكتشف مواهبه وإزاي قدرت تخليه بأصغر ماضل في مصر منورنا يا إسراء إزاي كي يا إسراء عاملة إيه؟ منورنا يا مروان حتى لو مش هترد علي بس أنت منورنا طيب إسراء في البداية كده يقول لنا يعني إزاي بدأ مروان تحسي إنه هو عنده ميول شوية لفكرة التصوير أو الماضلينج أو الحاجة هو فيه جروب أنا كنت بشارك فيه صور يعني جروب ده مميز بيشاركوا فيه صور أولادهم فأنا عجبتني الفكرة فشاركت أنا كمان فقاليته بيتفعل معي في التصوير بيعمل حركات وكده بيدي بوز وحاجات كده فهو قاليت ردود الأفعال حلوة جداً كلهم بيحبوه يعني ردود حلوة اللي تقولي مثلا أنا ببرتاح لما بشوف صوره ده حكته جميلة ما شاء الله يعني مدينا طرقة إيجابية طيب خليني أبدأ معيك كده من الأول خالص إسراء لما عرفت أن ربنا هيرزقك بطفل من أصحاب متلازمة دون إزاي بدأتي تستعدي نفسياً أن أنت تتعاملي مع طفل زوء احتياجات خاصة؟ أنا معرفتش اللي هو عمره سبع شهور يعني لقيته ببتدي يتأخر العبرات عنده ضعيفة شوية مش قادر يسند رأسه فعملنا رحنا لكذا دكتور وكذا دكتور مش عارف في شخصه كويس فتارينا بقى نروح لنا لازم التحليل فعملنا التحليل عند الطبيب المختص فقالنا لازم تدخل مبكر ده هيفيده جداً وهتلاقي هيفرق معاه جداً يعني مش هيفرق حاجة عن النورمال يعني يعني إيه تدخل مبكر؟ تنمية مهارات وعلاق طبيعي وتخاطب وبدأت أنت تعملي بدأت معايا لقيت مركز قريب مني وابتدينا شغلي فيه وفعلاً من أول يوم وليقينا فرق جامد حتى مديرت المركز يعني لحظة ده وقالت لي أنه هو هيبقى فيه مستقبل كويس لي مش هيتأخر يعني حلو حمال الله بسي أنه رحنا معنا صور أصلا شيك جداً أمر يعني ده زق إسراء هو بسي هو عمدي الوقفة الصح وقفته حلوة جداً وضحكته للكامرا كمان جميلة أمر ماشاء الله بصراحة عنده الموهبة يعني أنه الضحكة دي يعني طبيعية الحمد لله أي طيب إسراء ورده وليلنا يعني هل كان عندك معلومات عن متلازمة داون أصلاً ولا لا تديتي تستكشفي الموضوع مع مروات لأ عمي نسي لديت حكي زي جميل لأ ما كنتش عارف أي حاجة قبل كده دخلت على الإنترنت وعدت أبحث وأشوف المعلومات وتعلمت برضو من مدات المركز هي برضو يعني فهمتني كل حاجة هو موضوع طبيعي أنت بلعني مع شخص طبيعي ما فيوش أي حاجة هو زي وزي إخواته بالنسبالي طبعاً هو في البداية كان بيقول لك أن الأكل لازم يتخلط عشان يتبلى لأ أنا صراحة مشيت معاه طبيعي خالص زي أنت عندك أولاد تاني آآ عندي ولد وبنت أكبر من مروان آآ أكبر منه تعملت معاه طبيعي خالص وما شوفش أي فيه مشكلة فيه بياكل أكله الطبيعي طبيعي كل حاجة طبيعية طيب مروان إحنا شوفنا صوره يعني ماضر محترف ما يبنش نوع عنده سنتين ولسه صغار جدا إزاي بتتعاملي معاه إزاي بتعلمين أنه هو يقف وقفات معينة للتصوير أكيد هو عنده الموهبة بس أكيد كمان محتاج لينميها كده يعني أفنى طول ما أنا متفاعلة معاه وبصوره باستمرار هو مش هيفصل لكن لو أنا فصلت أكيد الموضوع هلاقي برضو في صوبة بعد شوية طب كواليس التصوير نفسها كانت عاملة إزاي يعني إحنا شايفين الصور طالعة حلوة جدا ورق كواليس بقى مرون كرامي دي بس كان بيستجيب بسهولة ألا يستجيب أول يلا هنتصور خلاص تمام يضحك عارف أننا بنلبس عشان نتصور أوكي بابا طيب عايز أعرف منك برضو ردود فعل الناس على جلسات التصوير لمروان بتبقى عاملة إزاي؟ لا بلاقي دعم كبير جدا وتفاعل حلو قوي يعني أنا كتبت النهاردة أننا هنطلع في البرنامج ليه التفاعل شديد قوي على صفحة مروان على الفيس إنه كلهم منتظرين وكلهم بيحبوه وأحلى بسامة صباحية صراحة أحلى بسامة فإن شاء الله طيب إسراء يعني يقول لي برضو تجربة أنه يكون عندك قمن من متلازمة دون فرأيت معاك إزاي في حياتي فتحت نطاق تفكيري جدا إزاي بقى عالم أنا ما كنتش أعرف عنه أي حاجة عمري في حياتي يعني متلازمة دون دون أنا يعني أعرف من بعيد لكن أنا دخلت ما تعرفيش معلومات عنهم أو تفاصيل أو كده لقيت لا فيه كتير في المجتمع بس مهدور حقهم شوية يعني نظرة المجتمع ليهم مش قد كده يعني كتير لو يسألني حد يجي يسألني ابنك عنده إيه يقول له متلازمة دون يعني إيه فما حدش عارف فحبيت أستغل الأكاونت بتاعه بالتوعية ولقيت برضو أني فيه أمهات كتير بتترسلني عشان خطر تشوفني أنا عملت إيه مع مروان ومشيت مع الطريق إزاي عشان يستفيدوا ودي حاجة بصراحة أنا أحبها أن أنا أساعد الأمهات لأن أنا كنت فيه وقت برضو محتاجة حد يساعدني وقتها إسراء زي ما فيه ردود فعل إيجابية ودعم من ناس كتيرة جدا بتتفهم التحدي والنجاح فيه برضو يمكن ردود أفعال بتبقى سلبية محبطة شوية بتحاول تهدم الشخص اللي قدام هل يعني مروان أو أنت تعرضتوا لأي نوع من أنواع التنمر أو المدايقات سواء على السوشيال ميزيا أو من خلال نشرك للجلسات التصوير لا الحمد لله أنا لغاية دلوقتي كل التفاعل مع مروان بيدعموه يعني أنا شايفة قوة طفلي من قوتي لو أنا كنت ضعيفة أو أن أنا مثلا يعني ما حبتوش من أول لحظة والناس شافوا ده مش هيكون رد فعلي كده طيب برضو يعني أكيد لما يكبر شوية ويبتدي أنه هو يعني يكون بيتعامل لوحده أو فيه الناس حواليه أو صحاب حواليه أو كده ممكن يتعرض شوية لفكرة التنمر أو أنه حد يضايقه هل أنت بتحاولي من دلوقتي تشتغلي على النقطة دي أن أنت تزودي ثقة في نفسه وأن أنت يعني تلعبي على إيجابياته أكتر بالزبط ده لازم بتعملي إيه يعني أنا بحاول أنا أفصل يعني أي كلام سلبي أو كده بحاول أنا أخذه بطريقة يعني لازم أكلمها وأفهمها لو هي أليكي مثلا حاجة مش كويسة أفهمها النقطة اللي هي مش قادرة تفهمها عشان خطر تفهم وجهة النظر أنا أتكلم على يعني على بناء شخصية مروان نفسه من دلوقتي هو لسه صغير يعني موضو ده لسه قدام شوية يعني طيب أحاول أتكلم معاه وأفهمه طبعا أنه عنده سكتفن هو مش فيه أي حاجة تالفة هو طبيعي وكامل ومميز كمان فيه عنده داكة مميزة صح هذا حاجة تزوده مش تنقصه قبل طيب إحنا معنا على التليفون خصائية التكامل الحسي نبيلة عبدالخالق اللي متابعة حالة مروان برحب بيك يا أستاذة نبيلة أهلا بحضرتك أهلا بيك في البداية كده عايزين نعرف منك يعني حالة مروان حالة مروان بمبوني كده موجود في الحياة يحل أي حاجة في الدنيا يعني صح هو مروان يعني الحمد للان يعني والديته اكتشف الشوار وهو عنده ست شهور وهو كان تقريبا إحنا كانت تاني أسبوع من معرفتها بأنه هو عنده متلازمة السعادة والجميل متلازمة داون صح أنت صح كانت هي عندنا في التنطر ومن أول يوم دخل فيه المكان هي نصطها صغربت أنه الناس دي كلها بتعمل كده لي مقصوصين دي كده لي أنا ابني حاجة حلوة اهتمام رهيب بجد يعني أول مرة كنت أشوف حياتي يعني كلهم حواليه وبيندوا بعد عشان يشوفوه أنا قلت فيه أيها حبيبي ما شاء الله لأ هو فعلا مميز والله إحنا كان نزلنا أكتر حاجة كانت فرقة في صراحة التقبل اللي كان عند يعني مدام إسراء لوضع مروان وإنه تعلم ستبأس أنه أنا ابني حاجة حلوة أنا ابني أكيد عنده قدرات كويسة وأنا حتى متذكرة أن أول ما قلت لها إحنا لو دورنا على الجوانب ممكن يكون فيها مشكلة عند مروان مش هنقدر نوصل لحاجات كويسة به قبل ما إحنا نحتاجين يدور على الحاجات الكويسة اللي عنده هي صدقت كده به واقترعت أنه فعلا أنا ربنا مجيني بها جميلة أكيد عنده حاجات كويسة زي ما فيه خلال في بعض الحاجات لأ في حاجات خلوة كتير ومن هنا بقى بدأت بدأت الرحلة الجميلة بعد كده يوم عن يوم بدأت تشوف أنه لأ أنا فعلا ابني في حاجات كويسة انتباهوا للكاميرا حتى ودي كانت المدخل بقى بتاع الموديل اللي موجود دلوقتي عمزه ومش أي حد يعني في سن الأطفال ده دايما بيتخضوا من فكرة الكاميرا ومن فكرة الناس والحاجات دي كلها مروان ما شاء الله سابق جدا هو حد فرندي لأوي أوي وبعدين إحنا يعني كان في بداية شغلنا في التواصل معي بعد ما اشتغلنا بشغل التكامل الحسي معي بدأ يحس بجسمه بشكل أفضل بدأ يقعد بدأ يتواصل بشكل سويس بدأنا نستخدم معي بدأ ما نستخدم المرايا مثلا في شغلنا كتخاطب معي عشان تقليل حركات الواجه يعني ويمات الواجه استخدمنا الموبايل وهي كانت غير هوار بيلات يعني هي مجرد تغيير بس بدأ مراوان من هنا ألاحظ أن مراوان بيبص للموبايل قدامه ومدرك إنه إيه ده أنا بعمل حاجة بدأ بدأ يقلد معي حركات سافعتي بدأ يقلد معي الضحكة أعمله شافعتي قدام يعمل زي الضحكة يعني زي أبدأ أشغله بعد كده الفيديوز بتاعته هو بيحاول يتوين شون عام عن إيه بيحصل بس أنا تاعت حاجة من هنا بدأ مراوان أول ما يشوف الموبايل يتحك حتى كان في كده كذا حد معنا في الفريق بيشتغلوا بس هما فوتوغرافرز للباش مهندس مراوان خلاص هو يشوف الموبايل خلاص أنا كده مدرك إن أنا هتطور يبدأ يتحك يبدأ يبص حتى بعد كده بدأ يرقد إنه لو هيتطور وهو شغال يستيبقي بيشتغل فخلاص لأ شوية بقى بدأ الحوار بيت تدريج بتراح احتمام اتراح مع في البيت كان تارق جدا جدا إخواته وجودين من الحاجات اللي بجاد نفسي كل الأمهات تدريكها إحنا مهما اشتغلنا مهما وصلنا إحنا 10% 20% على البيت على الأم وعلى الأب وعلى الأخوات الحمد لله إن أخواته كانوا في نفس المكان يعني مراوان كان بيجي عرفوا إن أخوهم مش مختلف عنهم هو بيروح نفس المكان اللي إحنا بنروحه هو مثلا في البركيشن نحن في البركيشن كاني بس إحنا نتر في نفس المكان بدأوا يشف إن الأخونا زينا ما فيش حاجة ما فيش خلاس بدأوا يدخل يتفرجوا بيشتغل إزاي بيلعب إزاي بدأوا يعملوا معاكدة بدأ مراوان طراحة يعني يبقى اجتماعيا أفضل وأفضل يعني ممكن أي أم تكتشف موهبة ابنها أو بنتها من متلازمة داون هو بسيطة عامة سواء الطفل كان متلازمة داون أو فيه أي اطراب أو خلل عنده لو الأم اهتمت بكل تفاصيل الولد أولا هتكتشف لمشكلة بدأوا يجي فهتلحق مبادري قوي لانجا دخل مبكر بيفرق تاني نقطة لو الأم ركزت على النقاط القوة اللي عندي ابنها ما فيش طفل مهما كان عنده مشكلة ربنا مش خالق جواي القدرات لأ ربنا خالق جواي قدرات بس حضرتك لو اهتمت أو يبيني تدوري على الجان الحلو أو نقاط القوة اللي عندي ابنك هتقدري تعالج نقاط الضعف وهتلاقي الموهبة اللي عندي ابنك لكن طول ما انتي بتدوري أنا ابني عنده مشكلة أنا ابني عنده مشكلة ونفضل في عدم تقبل أو إنقار للوضع هنضيع على ابننا سير هو السبب أو أننا ابني اكتشف أننا ابني عنده مشكلة لأ أنا أكيد ربنا خالق جواي حاجة تانية أنا مش قادر أوصل لها فيها نقاط قوة وممكن تكون حاجة بسيطة جدا جدا زي اللي اصراع اكتشفتها في مروان أكيد في مواهب تانية كمان أكيد لأ لسه ده مروان وإن شاء الله قريب هتقوب يعمل عميل طيب أستاذة نبيلة عايزة أعرف منك كده إيه الرشدة لنقدر نقدر نقدمها للأمهات لما يعني يكتشفوا أن أولادهم أصحاب متلازمة داون إيه نقدر نساعدهم بيه أول حاجة التقبل لازم أقول أنا متقبل أننا ابني عنده ربنا داني هدية جميلة ثاني حاجة التدخل مبكر بيفرق جدا 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 نغير شوية سياسة إن أنا ابني طالما عنده مشكلة يبقى لازم تخاطف بس لا على فكرة اللي فرق مع مروان شغل التكامل الحسي التدخل معه بالعلاج الوظيف حاجات دي فرقت جدا 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 ويمكن والدت مروان توضح لحضرتك دا وبعدين نبدأ ندور على باقي الجوانب أهم نقطة كمان من دا كله أنا لازم يبقى عندي القوة اللي تخليني أقدر واجه المجتمع وأقول أنا ابني عنده مشكلة بس عنده هو احتلاف وهو مختلف مش متخلف أنا ابني مختلف بس أنا راضي ومقتنعة باحتلاف وده خلاص أنا كده هقدر يعني أحارب أي حد يقف قداني في المجتمع إنه يفكر إنه وجعني ابني أو إنه ما يديش ابني حقه فلا هي مشتاجة تبقى أقوى وأقوى كمان طيب برضو ممكن يعني لو نوضح برضو كده ممكن تبقى إيه الأخطاء اللي ممكن طوع فيها أي أم عندها ابن أو بنت من متلازم الدعون عكسل أنا أقول في عدم التقبل وإن أنا أفضل أفل على إبني أو أسمع بكلام أي حد يقول لي لسه بدري بكرة يتكلم بكرة يبقى كويس أصلي ما عليش هتعملي إيه دي الكلمة الشهيرة هتعملي مهما عملتي ما هو يصل لا يا فندم هو زوي قدرات خاصة وزوي همم يعني يعني طالما هو من وجهة نظرات فخلاص هو عند قدرات خاصة هنقدر نطلعها صح فمسيحة لكل أم بلاش ننكر الواقع بلاش نصل على ولادنا بلاش نقول إنه أنا مش هتدخل لأن أنا ابني بكرة يبقى كويس رائع فندم شغلك مع ابنك وهو صغيرة يفرق جدا جدا وهو أعتقد ده مع أي طفل عادي يعني مجهود الأم بيبن دايما على الولاد بعدين سواء هي مثلهم موهبة دراسة مهارات حياتية حتى بيفرق جدا طبعا طبعا وهو شغل البيت أنا نفسي أقول لحضراتك إحنا بس 10% أي نحن وصلنا مهما وصلنا لعلم بس إحنا الطفل معكس البيت اليوم مع الأم ومع الأسر اللي حوالي يعني ما ينفعش الضوء ما أنا بتعامل وأنا خايفة أو أنا مكتوفة أو أنا حاسة أن أنا ابني في مشكلة كان مكتوفة أطلع به برد للدنيا اللي برد أنا مش هقدر أصل لإبني بحاجة طويلة طيب أستاذة نبيلة عايزة أسأل حضرتك على حاجة يمكن ممكن يكون الأمهات اللي عندهم أطفال من أصحاب متلازمة داون بيتعاملوا معاهم طريقة مختلفة جداً عن الأطفال العاديين لكن هل عندنا مبدأ السواب والعقاب وأن أنا أديله جايزة أو أن أنا أحرمه من حاجة معينة لو عمل غلط أو كلام دا ولا الحاجات دي مفروض ما نعملهاش طبعاً كلها تتعامل هو تصل تصل متلازمة داون تتعامل معاهم تتعامل بالضغط تتعامل اجتماعياً وحياتياً زي ما تتعامل مع بأي أخواتي مروان دلوقتي بأساسي من الضفال اللي بيعمله غلط يعني لما بيحاول هو ينتج حاجة هدوات يعمل وصيله وهو عارف بساتك دي معناها إيه وابحب عمله غلط مم كده وتحكي غلط هو عم بس طبعاً بالعقاب بإن إحنا حتى مع النورمال ما ينفعك أخذ دجانياً ما ينفعش أضراب وما ينفعش على الأطفال لن ينفع طبعاً بقى داونتين دوم أو بيزن نورمال ما عندهش أي حاجة هو ما ينفعش أصلاً الكثير من الضفال في إزاق بدني أو حاجة بقى تنفيق الولد بزبط لكن العقاب الطبيعي لو يبقى عارف وغلطه فين وبردو يكافقه لما يعمل حاجة كويس لازم أكون متأكد الأول إن الإبني ده مدري لكن ما تجيليش عنده طفل ما أهلي ما تجيوش خالص وأكلف عليه هو بيتي وتيجي سئولي لصنها أقفو زي إخوات ولا يا فندم أنا بتكلم عن طفل من أطفال متلازمة أو أي طفل تم تأهيله تم تأهيله لأنه نحن بيشتغل على جانب الإدراك الولد يكون مدرك أنا بعمل أنا بقول إيه يفهم تعبيرات وشي مروان فهم إيميئات الواجهة زي ما أقول لحضرتك على كاميراة الموبايل ويحنا مشغلين فرانسو كام شغلنا وجوه وبعد كده بدأ يروط مفسوط وبضحك بعد كده زعلان فدي تكشيرة وشي هي كلها بالتدريب دربتي ابنك وأهلتي خلاص تسكين دقيق عقبي بأنه ما عملتش كذا مش هتاخد كذا أو هتتحرم من كذا أو أنا زعلان منك ودي أكبر وأجمل وسائل العقاب بالنسبالي أو التعزيز إن أنا أقول للطفل إن أنا مفسوط منك وحضنه ولو أعقبوا إن أنا أقول أنا زعلان منك أنا مش هكلمك صح صح ده بالنسبالي بيبقى فارق أو مراشي بقى كله مد أيوة نحن بنشكرك جدا أستاذة نبيلة عبدالخالق خاصة إيات التكامل الحسي على كل المعلومات القائمة دي بنشكرك جدا نورتينا يعني أنا تبسطت بالحب دول إن أنا لعبت مع مروان وخدته كده عندي أنا تبسطت أوي يا مروان تحكلك إزاي جميل أيوة جميل أوي بحكيت وتجن كان تقلن علينا بس قبل لها هو بس تعود علينا وخلاص عرفتنا أصحابه طيب إسراء برضو يعني حبكي تقول ليلي إيه المواهب التانية اللي أنت حاسة أن ممكن تبقى موجودة عند مروان غير التصوير أو اللي نوعية تشتغلي عليها السباحة إن شاء الله حل هم عندهم مهارات عالية في الرياضة وكده فأنا حب إن شاء الله أنا أقدم له السباحة بس بعد الكورونا يعني يعني عطيتنا الكورونا بس أحكي لي صحيح فترة الكورونا كنتوا بتعملوا إيه مروان كان بيعمل إيه قاعدين في البيت دين مشكلة نهاية اللي خلتنا إن إحنا كما مكملناش في المركز موقفين الفترة دي عشان خطر الكورونا بس أكيد كنت بتعوضي ده في البيت أه أنا أخدت كورس تكامل حسي عشان خطر أعرف أشتغل معاه في البيت وعوض الوقت اللي بيضيع هو لو كان رجع برضو كمان المركز كان شغل التخاطب هيفرق معاه جامل هناك أكيد طيب إحنا سمعنا نصائح كتيرة جدا من أستاذة نبيلة عن إزاي الأمهات تتعامل مع أولادها طيب أنا عايزة أعرف منك أنت كأم إزاي تقداري تقولي للأمهات يتعاملوا مع أولادهم من أصحاب متلازمة دعم طيب معه طبيعي جدا زي أي طفل عندها هو ما فيش أي فرق خالص يعني في التعامل والتربية موضوع طبيعي جدا طيب أنت برضو عندك أولاد تانين أكبر من مروان أول لما مروان جي كده وبتديتي تفهمي حالته ووصلت لهم برضو المعلومة إزاي وزاي هما بيتعاملوا معي لأ أنا أقول لهمش أنه عنده أي مشكلة هو أبوكه طبيعي زي أبوكه زي يتعاملوا معاه عادي وهو بيتفاعل معاه هو سبب التفاعل اللي عنده كمان من أخواته يعني دي حاجة كمان زي أنه في حد بيلعب معاه بالضبط أو متشجع كان عايز يجري ويمشي بسرعة عشان خطر يجري ويلعب معاهم وهم بيتفاعلوا معايا جدا جدا بيلعبوا معايا طب إذا نفسك بقى تحقق إيه المروان الفترة اللي جاية غير المادلينج وغير السباحة نهتم بالشغل التعليم أهم حاجة عندي أنا هيتعلم كويس ما ضايعش حقه في التعليم دي الحتة لنا إن شاء الله نوي أن أنا ههتم بيها جدا فترة الجاية بإذن الله إن شاء الله بالتوفيق وانت نورتنا إسراء احنا بساطنا جدا بأحلى مادل وأصغر مادل أفر مصر ونستنى معا سواره والشياكة بتاعتك مرسي ربنا خليش نورت حاجة خلاصه أتفضل أتمنى بس من الفنانين والبرندات إن هم يدعمونا يدعموا الأطفال متلازمة داون لأن دايماً صار الموديل كلها نورمال فيعني لما حد زي مروان يظهر كده بنعرف المجتمع كله إن أطفال متلازمة داون قادرين إن هم يبقوا محطوطين في المكان ده برضه إن شاء الله بإذن الله وأكيد يعني خطة الدولة إن هي تدمج بكل أطفال ذو الهتجاجات خاصة مع الأطفال العاديين إن شاء الله بإذن الله حلمك يتحقق نورتنا جدا نورتنا جدا يا مروان نحن لسا مكملين معاكم باقي فقرات إنفاكس بعد الفاصل عيش صح عليكم معاكم